اشخاص لديهم طفرات عظمية تنمو على الجنجمة نتيجة استخدامهم للهواتف الذكية في اللغة الروسية كلمة طفرة لها دلالة سلبية فيترتبط بامراض شديدة غير قابلة للشفاء ومميتة أيضا ومع ذلك تعطين الطفرات في بعض الأحيان تحولات تطورية أحيانا قد يكون الخلل في الجنات مفيدا حيث يسمح لصاحبها بالتغيير للأفضل والبقاء في ظروف بيئية قاسية التغيرات في الجنات يمكن أن تكون محايدة فهي لا تؤثر على أداء الجسم ولكن يمكن أن تؤثر على مظهره الخارجي في فيديو اليوم سنتحدث عن السبب الذي أدى إلى نمو طفرات عظمية على الجنجمة عند بعض الأشخاص وذلك من استخدام الهواتف الذكية وسنتحدث أيضا عن بعض الطفرات الوراثية الأكثر إثارة للاهتمام والمميزات الأكثر إثارة للاهتمام وغير المتوقعة للجسم البشري أولا طفرات عظمية على الجنجمة الحياة الحديثة تحول الهيكل العظمي البشري حيث يقضي الشخص معظم وقته في النظر إلى شاشات الهواتف الذكية ولا جهزة اللوحية مما يؤدي استخدامهم باستمرار إلى تغيير شكل الجنجمة الطفرات العظمية والتي تسمى أيضا النتوات القذالية الخارجية غالبا ما تكون متضخمة لدرجة أنه يمكن الشعور بها عن طريق الضغط على قاعدة الجنجمة بيصابعك على مدار العشر سنوات الماضية انتشرت هذه الظاهرة بشكل شائع وحتى الآن لم يتم تحديد سبب حدوثها لكن يعتقد الخبراء أن سببات ضخم النتوات القذالية الخارجية يرجع إلى حقيقة أنه إثناء استخدام الهواتف الذكية تنحن الرأس في الزاوية الخطأ فتكون الرأس ثقيلة وعندما تميل من الممكن أن تخلق ضغطا على عضلات الرقبة والجنجمة فيتفاعل الجسم على هذا مكونا عظما جديدا فعضلات الرقبة التي لم تشهد مثل هذه الأحمال من قبل حين تحتاج للمزيد من التثبيتات لتحميل الرأس الإجهاد الميكانيكي المتكرر والمستدام يؤدي لتلف الأوتار والأنسجة الضمة والدلوس هكذا يؤدي بالفعل إلى ظهور نتوات عظمية في الجزء الخلفي من الرأس يقول الباحث الرئيسي الدكتور ديفيد شهار ما يلي لقد كنت طبيبا منذ عشرين عام وفي العقد الأخيرة فقط وجدت بشكل متزايد أمام مرضى يعانون من هذا النمو على الجمجمة متوسط طول النتوات القذالية الخارجية عند الشخص الحديث يبلغ 2.6 سنتيمتر وهو أكثر بكثير من حجم النتوات على سبيل المثال عام 1996 حدث تغير مماثل في شكل الجمجمة نتيجة الثورة التكنولوجية اليدوية بمرور الوقت إذ لم تتخلى الإنسانية عن الهواتف الذكية من يدها فستحصل الهواتف الذكية على علامة دائمة في الجنس البشري الحجم العدي لهذه الطفرات يجب أن لا يقل عن 5 مم وأن لا يزيد عن 10 مم وبشكل عام اتضح من الصور الشعاعية أن حوالي 41% من المرضى لديهم ارتفاع متزايد في حجم النتوات العظمية وحوالي 10% لديهم ارتفاع كبير بشكل خاص بحجم لا يقل عن 20 مم بشكل عام تظهر الطفرات العظمية المتزايدة عند الرجال أكثر من النساء حيث أكبر حجم في النتوات القذلية الخارجية والذي يبلغ 35.7 مم ينتمي إلى رجل ومن بين النساء كانت النتيجة القياسية هي 22.5 مم في دراسة أخرى شارك فيها 1200 شخص تتراوح عمارهم ما بين 18 و85 عام اتضح أن هذه الطفرات العظمية كانت أكثر شيوعا بين الشباب وكان المشاركون الذين تتراوح عمارهم بين 18 و30 عام أكثر عرضة للإصابة بهذه الطفرات من الجيل الأكبر سنا ووفق للطباء نادرا ما تسبب هذه الطفرات العظمية في حدوث مشاكل صحية ولكن إذا شعرت بعدم راحة ووجود علم فمن الأفضل استشارة الطبيب فورا ثانيا متلازمة الذئب متلازمة الذئب أو الإسم العلمي لحالة الإفراط في نمو الشعر وهي عبارة عن خلل وراثي حيث ولد الشخص بنمو كثيف للشعر في بعض أجزاء الجسم كما أن نمو الشعر الزائد لا يمكن توقفه على الإطلاق يمكنك فقط إبطاؤه ومتلازمة الذئب لا يمكن أن تكون وراثية فقط بل وأيضا طفرة جينية مكتسبة على الرغم من أن المصابين بهذا المرض الوراثي لديهم عاد أكثر من طفرة جينية ثالثا الأهداب المزدوجة لو أن جميع النساء ولدنا بمثل هذه الحالات الشاذة لما اضطررنا إلى استخدام المسكارة لتطويل الرموش أو إلى استخدام الرموش الصناعية هو شذوذ تطوري يعرف أيضا باسم الأهداب المزدوجة يتمثل في وجود صف إضافي من الرموش خلف الرموش الطبيعية ينشع من بقعة غير طبيعية على الحافة الداخلية للجفن ينتقل هذا الشذوذ مباشرة من الأباء إلى الأطفال ثم إلى الأجيال القادمة في بعض الأحيان يصعب ملاحظة هذا الوضع الشاذ لأن الرموش تبدو أطول وأكثر سمكا وأحيانا لا تختلف كثيرا على العادية أشار دكتور أروماي خبير في جراحة التجميل إلى أن الرموش بمثل هذه الحالة الشاذة غالبا ما تمو أمام الخط المعتاد أي على ذلك الجزء من الجفن الذي يعتبر بالفعل غشاء مخاطي يعيش الكثير من الناس حياتهم دون أن يعلموا أنهم حاملون لمثل هذه الطفرة الأشخاص على عكس الحيونات لا تسبب الأهداب المزدوجة لهم أي إزعاج ومع ذلك في بعض الأحيان تنبت أهداب عمودية على شكل غشاء مخاطي للعين الرئيسي فيصاب الشخص بعدم الرحة فيحدث تهيج في العين ويصبح الغشاء المخاطي ملتهبا في مثل هذه الحالة عليك التوجه فورا إلى أخصائي لإزالة الرموش الزائدة وفقا للسيرة الذاتية للممثلة إليزابيث تايلور فإنها كانت واحدة من الملاك النادرين لمثل هذه الطفرات في طفولتها أثارت الكثير من المتاعب لأمها التي قامت بصبغ رموش ابنتها بشكل خاطئ النوم القصير هو خلل وراثي سيكون بمثابة اكتساب مفيد للطلاب أو العمال في نوبات الليلية يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض أن يعملوا بشكل طبيعي بنوم أقل دون المساس بصحتهم هم فقط بحاجة إلى الكثير من النوم القصير يكفي لهؤلاء الأشخاص أقل من ست ساعات في النوم ليلا لكي يشعروا في الصباح باليقذة والراحة عام 2009 ذهبت امرأة إلى المختبر البروفيسور إن هوي فو في جامعة كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو واشتكت من أنها كانت تستيقظ مبكرا أوضحت المرأة أنها تذهب كل يوم إلى الفراش في حوالي منتصف الليل وتستيقظ في الرابعة صباحا كما أن بعض أقاربها أيضا ينامون بشكل قليل جدا قامت إن هواي في وزملائها بمقارنة الجنات المختلفة لأفراد هذه العائلة حيث اكتشفوا وجود طفرة صغيرة في الجين دي اي سي تو الذي لم يكن موجودا في الأقارب الآخرين الذين يتمتعون بعدد ساعات نوم طبيعية خامسا عدم وجود بصمات للإصبع لقد سمع كل واحد مننا أن بصمات أصابع الشخص مميزة وفريدة لكن هذا الذي يعد طفرة وراثية نادرة تؤدي لعدم وجود بصمات لإصبع الشخص وكذلك الخطوط الرقيقة على جل الكف واليدين والقدمين من غير المعروف سبب احتياج الإنسان لهذه الخطوط هذا المرض نادر جدا حقا فقد أربع عائلات في العالم يعانون من هذا الوضع الشاف وقد أظهرت الدراسات الموسعة أن الأشخاص الذين تعاني من هذا المرض لديها أيضا مستويات منخفضة من الخلايا الجرثومية في الجل ولكن ليس لديهم مشاكل صحية كبيرة ومع ذلك يواجه ألاع الأشخاص صعوبة أخرى على سبيل المثال لا يمكنهم مضع بصماتهم عند عبور الحدود ولذلك يسمى أيضا متلازمة تأخر الهجرة سادسا تفاوت الحدقتين هو أحد الأعراض التي تتميز بأحجام مختلفة لحدقتين اليمنى واليسرى كقاعدة عامة إحدى الحدقتين تتصرف بشكل طبيعي والثانية توجد في وضع ثابت يعاني حوالي 20% فقط من سكان كوكبنا من هذه الطفرة وفقا لأطباء العيون الأمريكيين غالبا ما توجد هذه الحالة الشاذة عند المواليد الجدد والفرق في أكتار الحدقتين لديهم أقل من مليمتر والمظاهر الملحوظة لهذه الطفرة بشكل خاص أن الشخص يبدو لديه عيون ملونة مختلفة في بعض الأحيان قد تبدو هذه الطفرة غير مرئية في البداية لكن تدريجيا تسبب إصابة العين أو أضرارا أخرى ومن حامل هذا المرض على سبيل المثال المغني الشهير ديفيد باوي ولد باوي أزرق العينين ولكن بسبب قتال في سن المراهقة وتلقيه ضربة في العين من الخصم أدى ذلك إلى تمدد الحدقة اليسرى إلى الأبد لهذا السبب يبدو أن العين اليمنى لباوي زرقاء العين واليسرى سوداء تقريبا سابعا عيون القط هو تغير لون القزحتين اليمنى واليسرى أو هو لون مختلف لأجزاء مختلفة من قزحية العين الواحدة وهو نتيجة لزيالة عن النقص النسبي في الميلانين لا يوجد بالبشر فقط ولكن أيضا في الحيوانات خاصة في القطط لذا غالبا ما يطلق على أصحاب العيون ذو الألوان المختلفة أشخاصا ذو عيون مثل القطط قد يعني هذا أيضا تلونا مختلفا للجلد أو معطف الشعر على رغم من أن مثل هذا الشذوذ كان يعتبر قبيحا ألا أنه أصبح اليوم عصريا ولم يعود العديد من النجوم والموديلات يخفون هذه الميزة حتى أنهم بدأوا يبرزونها هناك نوعان من المظاهر المحتملة في الحالة الأولى تختلف عيون الشخص اختلافا جذريا في اللون على سبيل المثال عين زرقاء وأخرى خضراء الحالة الثانية يتم الجمع بين اللونين واكثر في قزحية واحدة يدرك العلماء أيضا الحالات التي يمكن فيها التمييز بين عدد حلقات مميزة بألوان مختلفة داخل قزحية واحدة في بعض الأحيان يمكن أن يعطي للعيون تأثيرا عار ويمكن أن يكون شذوذا وراثي أو طفرة مكتسبة لم يفهم العلماء بعض أليات هذه الظاهرة وفقا للإحصاءات حوالي 6 من بين كل ألف شخص يعانون من هذا الشذوذ لكن فقط سيكون عند البعض منهم مميزا ثامنا ارتفاق الأصابع هو عيب خلقي ومرض وراثي يتجلى في اندماج كامل أو غير كامل لأصابع اليد أو القدم لانفصالها في عملية نمو الجنيني مع مثل هذا الوضع الشاذ يولد طفل واحد بين ألفين طفل لا يمكن لعلماء الوراثة أن يقدموا تعريفا لبأس فيه لسبب هذا الشذوذ الوراثي وكيف ينتقل لأن الوالدين لصحاء أيضا يمكن أن ينجب طفلا مصابا بهذا المرض فربما يكون الجن المسؤول عن هذه الطفرة غير نشط عادة في ظروف معينة فقط اكتب في أحدى التعليقات أسفل الفيديو هل لديك أحدى هذه الطفرات؟ وإذا كان جوابك نعم فما هي تلك الطفرة؟ ترجمة نانسي قنقر